إذن عام المواد المخدرة بشكل عام لما نتكلم عن أثرها على الدماغ نتكلم عن ثلاث تقريبا تقريبا ثلاث فصائل أو ثلاث أنواع من المخدرات منها ما يكون من المنبهات الجهاز العصبي ولاحظ أنها كلها مرتبطة بالدماغ في العقل المدبر نسميحنا التحكم أو جهاز التحكم أو المسيطر على الإنسان المخدرات لا تستهدف القلب بالدرجة الأولى أو الجسد أو الحركة أو الهضم لا هي تتناول عن طريق بمختلف أنواع عن طريق البطن أو الشم أو الحقن أو غيره لكن مؤدها كلها تصب عبر الدور الدموية و عبر جهاز الجسم إلى الجهاز العصبي بتنقص المخدرات إلى منبهات أو محفزات منشطات و قون كون نقول يا جماعة الخير منشطات معنى أنها مفيدة هي تعطيك نشاط زايد و حركة زايدة بطريقة غير صحية و تدفع ضريبتها و فاتورتها بشكل عالي كيف ممكن دكتور؟ الموضوع أني أنا بنبه الجهاز العصبي و بضرب نظام الاتصال فيه و بضرب الهرمونات أو نسميحنا نواق العصبية عندي نواق العصبية في الجسم المنشطات هذه تضربها و تعطيها فوق نسميحنا أوفر يعني أنا أسبهها بجهاز الله سبحانه و تعالى ركب لك في جهاز معين طاقتك المعينة 110 فولت مثل الأجزاء الآن لما كان عندي جهاز لما شبك على 220 ما يسوي المروحة مثلاً أو الجهاز يفر بسرعة زين يفر يفر ثم يطيح هذا بشكل أطول أمد طبعاً مو زي الجهاز الإنسان يقاوم يقاوم بعد فترة يقول كيف تردت حالتي الصحية صارت بسبب المنشطات هذه اللي أعطت الجسم ما لا طاقة له به ممتاز غير ما ربي خلقه بيمتعك كم ساعة و ساعتين و كم يوم و كم شهر بعدين تدفع فتورة ضريبة ضريبة عالية عندي موضوع المهبطات و هي عكسها مواد اليوم تنتشر كثير يعني من أبرز المنبهات لو استعرضنا المواد و أنا مني مع سؤالك جميل جداً صراحة و مهم لكن لست معاً المواد هذه خطرة مثل الآن منبهات الشبو اليوم خطرة كبيرة الكوكاين قبله له سنوات و في أمريكا وأوروبا و العالم كله تحدي كبير الكوكاين مادة خطيرة جداً الكوك و أيضاً الكبتاجون أقل منهم اسمه معناته أن الكوكاين و الشبو خطير و الكبتاجون لا أن الكبتاجون أموركم طيبة يا شباب هذا اللي يفهم أحياناً خطأ من بعض المدنيين هذه فصيلة المنبيات عندي فصيلة المهبطات و منها الخمور الكحول المهدئات النومات المسكنات الجهاز عصبي بعض الأدوية الخاضعة على الرقابة اليوم اللي يتزايد خطرها مثل الإيريكا بالذات اللي هو البريقابالين أو الزناكس اللي هو الأربرزولام ترامادول بعضها يستخدم كمهدئ نفسي أو مسكن للألم يساء استخدامه فينقلب من دواء إلى مادة خطيرة و الأخير موضوع المهلوسات و على رأسها موضوع الحشيش هو مهلوس و مهبط في نفس الوقت تمام فالحشيش أو القنب أو المريوانة اللي هي نبتة الحشيش المجففة أو الحشيش الطرب اللي مثل الصلصال هذه كلها مواد مهلوسة تمام و بالتالي ما استطيع أنا أقول لك والله بعضهم صنف في بعض الموسوعات لو رجعته للبواحث و الموسوعات يقول لك في مخدرات خفيفة مثل القات و الكبتاجون و في شيء زي الكوكين لا أنا عندي مدمن أحيانا على كبتاجون أم و أبوه سو جرائم ما سواها مدمن المادة اللي أعلمه فأنا أقول المواد لها تركيبات ما في شكل شدة المواد تختلف لكن شدة إدمانك شدة ضياعك شدة انغماسك في موضوع الإدمان هو اللي يحدد خطورة